اشتركوا في القناة حاضرا مدير مخابرات السلطة الوطنية الفلسطينية ما دللت هذا الحراك السياسي والدبلوماسي والامني وعلى مستويات عدة ربما انه نقطة الارتكاز في هذه المسألة هي القضية الفلسطينية على محورين المحور الاول ان هناك محاولة استباق عربية للادارة الامريكية الجديدة لتفعيل ملف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية هذا الجانب الاول اما الجانب الثاني فهو متعلق بالمصالحة الفلسطينية وتحديدا هنا الشق المتعلق بالانتخابات الفلسطينية التي اعلن عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس حيكون فيعن في شهر خمس القادم انتخابات تشريعية حسب ما ورد في المرسوم الرئاسي وكذلك انتخابات رئاسية في شهر سبعة وتليها انتخابات المجلس الوطني في شهر ثمانية المقبل انفتحت شهية اذا بعض عواصم الدول العربية لطاولة المفاوضات والعودة لاستئناف المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي ولكن هون في مجموعة ملاحظات على المفاوض العربي ان يلتفت لها اولا ان ادارة بايدن لن تعيد عقارب الساعة للوراء بمعنى انها لن تتنازل عما قدمته الادارة الامريكية السابقة ادارة ترامب في عدد من الملفات وهذا يعني بصورة او باخرى ان كل ما ستسعى اليه ادارة بايدن هو جولة المفاوضات المكوكية اذ سيطير ويتنقل وزير الخارجية الامريكية بين عواصم دول عربية وحيجلس مع المفاوض الفلسطيني ويحاول استئناف نشاط المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين لكن هل يعني ذلك ان سيتحقق اي مكتسب للجانب الفلسطيني او سنحقق اي مكتسبات للقضية الفلسطينية من خلال اطار المفاوضات ربما ان هذا يجيب عليه عقود من المفاوضات سابقا المسألة الاخرى ان الانظمة العربية رأت جانبا من الادارة الامريكية وهو الجانب المتعلق باستئناف المفاوضات وهذا السمت بايدن سيكون معنيا به حتى يعطي انطباعا اول شي مغايرا لادارة التي سبقته ادارة ترامب والسمت الثاني حتى يعطي السمت للادارة الديمقراطية الادارات الديمقراطية كانت في السابق معروف بانها تحاول ان تستأنف نشاط المفاوضات او المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين ولكن هناك جانب اخر بالنسبة لي ادارة بايدن وهو ما كان متعلقا بملف الحريات وتعزيز الديمقراطية وكذلك مسائل الاصلاح في دول العالم العربي فالانظمة العربية رأت جانبا لكنها لم ترى الجانب الثاني هل ستربط الادارة الامريكية بين هذين الامرين فماذا لو ربطت الادارة الامريكية بين ملف استئناف المفاوضات وايضا ضغطت على عواصم دول العربية في تعزيز الاستقرار وتعزيز الديمقراطية والاصلاح السياسي من جانب اخر وربطت بين هذه الملفات كيف ستتعامل الدول العربية مع هذه الادارة الديمقراطية الامر الثالث هو انه صحيح ان هناك ادارة امريكية جديدة ولكن هذا على ارتباط ايضا بالمفاوض الاسرائيلي اسرائيل اليوم تعاني من ازمة سياسية وعندها ازمة سياسية والناخب الاسرائيلي سوف يتوجه الى صندوق الاقتراع للمرة الثالثة خلال عام والتنافس اليوم بين يمين اسرائيلي وبين من هو اشد يمينية بمعنى ان هناك انعدام للمفاوض الاسرائيلي في السابق كان هناك انعدام لان يتحصل العرب او المفاوض الفلسطيني على اي حقوق او مكتسبات اليوم اصلا فيش مفاوض اسرائيلي كيف سيتعاطى العرب مع هذه المسألة وخصوصا ان المجتمع الاسرائيلي يأبى الا بان يصدر اليمينيين المجتمع الاسرائيلي اليوم يصدر لنا اليمينيين تحديدا ومسألة التنافس في الانتخابات سوف تكون بين هؤلاء فكيف سيؤثر ذلك على مسار المفاوضات المفترض الخطورة في كل هذا الامر انه بعد الادارة الامريكية السابقة ادارة ترامب ربما يشعر المفاوض العربي بحالة من الارتياح من جهة وهذا سوف يدفع الى ان يستخدم التطبيع كاداة وهذه المرة سيكون اداة التطبيع ظاهرة بطريقة واضحة وجلية للعيان بمعنى انه بما انه عدد من الدول العربية طبعت واستبقت اصلا المفاوضات واقدمت على التطبيع دون اي اعتراف اسرائيلي للجانب الفلسطيني باي حق من حقوقه ربما انه الدول العربية سوف تعمل على انه تقول للادارة الامريكية وللجانب الاسرائيلي اننا مستعدون لمزيد من الدول العربية التي يمكن ان تذهب في علاقاتها مع تطبيع مع دولة العدو مقابل استئناف المفاوضات او الحصول على بعض المكتسبات وهذه مسألة في غاية الخطورة ومسألة في غاية الاهمية يجب ان نلتفت لها لان الجانب الاسرائيلي مراوغ والادارة الامريكية قد تكون مدفوعة بانها كما ذكرنا مسبقا تريد ان تعزز السمت الادارة الديمقراطية في يعني تفاعلها السياسي وتأثيرها السياسي فهذه مسألة لابد من الالتفات لها قلنا ان نقطة الارتكاز في هذا الحراك العربي الذي يأتي على سياقات عدة نقطة ارتكاز القضية الفلسطينية من ناحية المفاوضات اما الناحية الثانية فهي ناحية المصالح وتحديدا فيما يتعلق بالانتخابات الفلسطينية المزمع اجراءها خلال النصف الثاني تقريبا من هذا العام وهنا احنا تحديدا نتكلم عن ان هذه الدول وهذه العواصم العربية تحاول ادراك مرامي ومآلات هذه الانتخابات حتى لا تنفجر من جديد ازمة لديها كما حدث في الالفين وستة عندما فازت حركة حماس في الانتخابات الفلسطينية وما اعقب ذلك من تحولات اقليمية ليس اقلها مسألة الحسم العسكري في غزة وطبعا هذه الدول على خضوط تماس مع القضية الفلسطينية نحن نتكلم عن مصر نحن نتكلم عن الاردن دول محورية في القضية الفلسطينية المسألة الثانية في المصالحة ان هناك حديث عن محاولة انتاج لدحلان وادواره في القضية الفلسطينية ولكن ما يجب ان تنتبه له هذه الدول العربية كذلك هو انه اليوم عباس عندما ذهب الى هذه الانتخابات هناك سؤال كبير ما الذي يريده عباس من هذه الانتخابات والنقطة الاساسية في هذا الموضوع هو اعادة واستعادة شرعيته كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية واستعادة شرعيته حتى داخل حركة فتح بمعنى تجديد تجديد شرعية بانه رئيس لدولة فلسطين فكيف يعني عباس بده يأتي بدحلان مرة اخرى وخصوصا انه بدحلان بات بحكم المقطع من الفترة طويلة عن حركة فتح وايضا عباس تجاوز ضغطات الادارة الامريكية السابقة فكيف له ان يتعرض هذه المرة الى ضغطات الدول العربية وما الذي تمتلك الدول العربية لاجراء هذه الضغطات على عباس وخصوصا انه احنا نتكلم عن تقريبا 15 سنة من المفاوضات بين الفلسطينيين انفسهم في مسألة المصالحة هذا يجب ان يلتفت له بصورة عامة اعادة احياء دحلان سياسيا في الساحة الفلسطينية ربما ان ذلك سيعوق كثير من المسائل وعباس سوف يكون واضحا في هذه المسألة وذهابوا للانتخابات وذهابوا الى المصالحة الفلسطينية اذا هو تخلص من الضغط الامريكي وادارة ترامب ما الذي سيعوق هذه المرة هل تمتلك الدول العربية ادوات ضغط على عباس ربما انه عباس يرى انه هذه الكلفة ستكون اكبر من اي كلفة سابقة وخصوصا كما ذكرنا انه تمكن من المضي وتجاوز الضغطات الامريكية في ادارة اترامب مجموع هذه المسائل ونقطة الارتكاز في كل هذا العربي هو القضية الفلسطينية التي بدأت تعود سياسيا ودبلوماسيا الى الواجهة مجددا